بالانتقال لأخبارنا الميدانية ونبدأها من محافظة حما حيث يتقدم الجيش العربي السوري ويحقق الانتصارات المتتالية ففي حي جرى جمية بريف المحافظة اشتبك بواسلنا مع عصابات ارهابية مسلحة كانت قد عاثت خرابا ودمارا في مؤسسات حكومية عدة واتخذت منها مقرا لارهابها ومنها هذه المؤسسة التي كان الارهابيون يتسللون اليها ويسرقون خيراتها بعد ان حولوا شبكات الصرف الصحي الموصولة فيها الى نفق ومخازن لادواتهم الاجرامية وضبط بواسلنا بداخل هذا النفق بواة ناسفة معدة للتفجير عن بعد ومواد شديدة الانفجار مجهزا لارتكاب اعمال ارهابية